أهلا بكم في فيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن تجربتي في علاج ضعف السامعة تحكي أحد اللواتي مررنا بهذه التجربة قائلة خطت هذه التجربة مع ابنتي عندما لاحظت عدم انتباهها جيدا للأصوات المحيطة بالإضافة لمحاولتها في رفع صوت التلفاز عند مشاهدتها للكارتون المفضل كما أنها كثيرا من الأحيان تتجاهل مناداتي ولم تنطق بالكلام حتى وصلت لعمر ثلاث سنوات ونصف استحبتها لأحد أخصائي التخاطب وطلب عمل اختبار سمع لها واكتشفت بأنها تعاني من ضعف في الأذن الداخلية بعد إجراء الاختبار خضعت ابنتي لزراعة القوقعة الصناعية عبارة عن جهاز سمعي إلكتروني يتم وضعه في الأذن بدلا من الأذن الداخلية لكي ترسل إشارات صوتية إلى العقل تحسنت حالتها من بعد ذلك وخضعت إلى جلسات التخاطب من بعدها لكي تتعلم النطق ينتج ضعف السمع نتيجة لعدة أسباب وعوامل بحسب أراء بعض الأطباء الاستشاريين تتمثل الأسباب في الآتي قد ينتج بسبب عوامل وراثية وجينية في العائلة وبالتالي فإن انتقال ضعف السمع لأحد من العائلة أمر وارد ويزيد من احتمالية الإصابة التعرض إلى الضوضاء والأصوات العالية بصورة قوية يؤثر على طبلة الأزن ويصيبها ببعض الثقوب التي تؤثر على درجة السمع هناك بعض الأدوية التي يكون من ضمن أحد آثارها الجانبية التأثير على الأذن ومن ضمن تلك الأدوية مشتقات الأماينوغلوكوزايد ومدرات البول لا سيما عند استخدامها بجرعات عالية يمكن أن ينتج ضعف السمع أيضا بسبب التعرض لأحد الصدمات القوية أو حتى إصابات في الرأس كما أنه توجد بعض الأمراض المناعية التي تسبب ضعفا في السمع على ما تضعف السمع يعاني الأشخاص المصابين بضعف السمع من الأعراض الآتية صعوبة في فهم الأشخاص بوضوح سماع طنين في الأزن الإحساس بألم متكرر في طبلة الأزن الطلب المتكرر من الأشخاص تكرار حديثهم أكثر من مرة رفي أصوات التلفاز والأجهزة الإلكترونية صعوبة في تمييز الأصوات ما هو أقوى فيتامين في علاج ضعف السمع؟ كما أن علاج ضعف السمع يختلف بحسب طبيعة الحالة من جهة وبحسب الحالة الصحية وعمر المريض وتتنوع طرق علاج ضعف السمع وتتضمن الآتي سماعات أذن طبية زراعة القوقعة قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للالتهابات والتي تساعد على تقوية العصب السمعي الجراحات التصحيحية إزالة الشامعة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوك متسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر